السلام عليكم اليوم نكمل محاضرة دي سي موتور بالمحاضرة السابقة اخذنا احنا المعادلة الفولتية ومن معادلة الفولتية طلعنا معادلة الباور وايضا اشتقينا الارميتشر تورك زين عزم الارميتشر وشيف تورك او اليوم راح نكمل الي هي سبيت اوف الدي سي موتور معادلة السرعة الدي سي موتور هنا عندي هاي معادلة الفولتية الباكي ام اف يساوي لي الفولتية المصدر ناقصا اي 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 اللي هي فولتية الارميتشر نعوض ببدأ الباكي ام اف المعادلة مالتها اللي هي الفلوكس بالزت ان نمبر اوف كوندكتور في السرعة في البي على ستين اي ساوي لي اكمل معادلة من هاي المعادلة راح نطلع السرعة السرعة راح نساوي لي في في ناقصا اي 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 ار اي هذا اللي تشتمثلي الباكي ام اف على الفلوكس في ستين اي على زت في بي نمبر اوف كوندكتور هذا المقدار هو ثابت الزين تبقى هنا هاذا البي ناقصا اي اي ار اي هي الباكي ام اف فهنا الانش راح نساوي لي الباكي ام اف هنا يعني هاي عوضنا بدالها رجعنا قيمة الباكي ام اف على الفلوكس في هذا الكونستانت الثابت اللي هو البرل باث ستين في البرل باث على نمبر اوف كوندكتور في النمبر اوف بوث فهنا الانش راح نساوي لي الباكي ام اف على الفلوكس من هاي راح تبين انه ان السرعة تتناسب ويا طرديا ويا الباكي ام اف وعكسيا ويا الفلوكس ازين ارى ان حالتين يعني سرعتين حالة الاولى سرعه واو فلهكس وتيار هاي الحاله الاولى اللي هي ساب ون يعني رقم واحد و الحالة الثانية ايضان انتو وامر موGreen واو فلهكس فإذا أريد أقسم الحالة الثانية على الأولى نسبة السرعة الثانية للسرعة الأولى فشيصير الباكي مف الثانية على الباكي مف الأولى بالحالة الأولى وهنا أيضا الفلكس رح يتقسم فصير في الفلكس الأول على الفلكس الثاني هنا هزا تصير أنتو إلى أنون يساوي الباكي مف لأن هنا السرعة الثانية تتناسب طرديا ويا الباكي مف وش تتناسب عكسيا ويا الفلكس ونفس الشي بالنسبة للسرعة الأولى تتناسب طرديا ويا الباكي مف بالأولى وعكسيا ويا الفلكس هاي الصير العلاقة هاي الجنرال هنا سواء للسيريز أو الشمت بالسيريز الفلكس هنا يتناسب ويا الأرميتشار كارنت الأول وهنا الأرميتشار كارنت الثاني إذا سيريز وإذا فلكس إحنا وإذا شانت ذكرنا الفلكس بالشانت يكون كونستانت الفيض إذا نوع الموتور شانت فيكون كونستانت فالفلكس الأول مساوي للفلكس الثاني لذلك أنتو إلى عنوان فقط راح يتناسب ويا الباكي مف الثانية وإلا الباكي مف الأولى فالفلكس الأولى يعمل في تحديد فيشاركي مفاوات its field resistance 0.1 ohm. find the speed at which the motor runs at a line current of 25 ampere assuming that the flux at this current is 45% of the flux at 100 ampere. هنا منطي نوع الموتور series. جيد. والسرعة الاولى هي 800 rpm. ومنطي line current هنا series يعني من اقول line current هو نفس الارميتر current 100 ampere. فهذا عند السرعة الاولى 800. واللي هو نفس الارميتر current الاول 100 ampere. والفولتية المصدر 230 ampere. بالحالة الثانية ها المقاومة للارميتر و للفيلت. يريد السرعة الثانية اذا التيار الثاني جيد 25 ampere. وش نعتبر الفلقس بالنسبة للتيار الثاني اللي هو هاذا التيار الثاني 25 ampere. يعني يقول the flux at this current يعني الفلقس للتيار الثاني is 45% of the flux at 100 ampere. من الفلقس للتيار الاول اللي هو 100. فهنا الشي يقصد انه الفلقس الثاني هو 45% من الفلقس الاول. الفلقس الثاني يساوي لي 45% من الفلقس الاول. هاي العبارة. هسا هو يريد السرعة الثانية. فاني احنا من هاي العامل الالاقة. الانتو الى الانون. ساوي لي الباكي ايام الف الثانية الى الباكي ايام الف الاولى في. الفلقس الاول على الفلقس الثاني. زين. نستخدمه مباشرة. فهنا الفلقس الثاني شي ساوي لي 45% من الفلقس الاول. من هاي العبارة. زين. يعني الفلقس الاول هسا اذا اقسم هذه على هال. فالفلقس الاول على الفلقس الثاني يساوي لي واحد على 45% زين. الباكي ايام الف الاول يساوي لي الفولتية ناقص مجموع المقاومتين. لان سيريز هو فاجمع مقامة희 وايا الارميتشر الفي التيار الاول. يساوي لي 25&ف هاي اللي الحالة الاولى. الباكي ايام الف بالسرعة الثانية ١٣ ناقصا التيار الثاني اللي هو ٢٥ أم بير في مجموع المقاومتين. انطالي الباكي ايام الف في السرعة الثانية او الى الانوان شق,.Them..ية.. ساوي الفلكس الobook aux 2 suscripами دعونا ارتفاع budget وضع에 200 arri US الفلكس الاول على الفلكس الثانية في الależذا الشاشة الم Bret when F فلكس الاول على الفلكس الثاني في قبل لفلكس الاول على الفلكس الثاني ساوي الواحد على 45% يعني الفلكس الاول وهنا الفلكس الثاني ساوي الى 45% من الفلكس الاول. تطلع لقيمة السرعة الثاني. مثال الرقم السبعة. ماتتين وعشرين فولت دي سي شانت موتور تيكس اربع امبير اتنو نولود. وان رننق ات سبعمية ربلوش امبير منت. هنا منطل فولتية ماتين وعشرين دي سي شانت موتور تيكس اربع امبير ات نولود. بحالة النولود يعني هنا عندي جقد يستلم او جقد يكون الامبوت كارنت بالنولود هو اربع امبير. والسرعة سرعة النولود هي جقد سبعمية ربلوش امبير منت. مقامة الفيلد بما ان هو شانت فمقامة الشانت هي مئة امب. مقامة الشانت هي مئة امب. هنا منطي مقامة ما منطيها رقم جاهز منطيها عبارة عن جقد يكون دروبس فولتية خلال المقاومة عند التيار 10 امبير فهناه اريد اطلع المقاومة فقط اقسم هي فولتية على التيار لانه منطيها على شكل جقد تاخد فولتية للتيار 10 فاطلع مقامة الارميتر تساوي لي 6 على 10 الفولتية على الارميتر مقسم على التيار اللي مر بيها كالكوليت اول شي ردي لسبيت اون لوت والتورك انيوتن متر اند افشينسي واخر معلومة the normal input of the motor is 8 كيلواط منطي الامبوت نورمال يعني في اللوت منطيها 8 كيلواط اول مطلب هو no load speed يريد سرعة بالon load العفو on load speed فهذا اذا بالبداية يريد السرعة باللوت انيش عندي عندي no load فراح اخذ نسبة اللوت بالنسبة الى no load اخذ السرعة في حالة اللوت يعني ان هاي normal نسبة الى no load شو تساوي لي الباكي ام اف للنورمال على no load باكي ام اف النوع للموتور هو الشنط لذلك هنا المفروض الفلكس الفلكس الاول النورمال على ال no load لكن هنا بما ان الشنط اذا نكون استعمل تبقى فقط التناسب ويباكي ام اف فهذا بالبداية نطلع الباكي ام اف بالنورمال فيحتاج لي army chair current ال army chair current بالبداية نطلع الشنط current الفولتية على التيار هاي شنو احنا نقدنه باللوت ال on put بالنورمال باكي ايضا بالنورمال 1 الsmember do not keep calm ولكن في الفلتية السريني بال solving المجال ل AGAIN سوف تعمل ل Turn الا Honey المجال إلى المجال تيار الامبوت ناقصا تيار الشانت فيلت طلع الارميتشار كرينت 38 ها شنو قيمة تيار الارميتشار باللود او النورما مقاومة ثابت 6 على 10.6 اون هسا الباكي ام اف في حالة النولود شو ساوي لي الفولتية ميتين وعشرين هنا انا مو ميتين يعني اما تغير ميتين بالسؤال ميتين وعشرين فميتين سابلاي ناقصا ثنين في او بوين ستة اخذت ثنين التيار الثنين لان اعنش قذب النولود ياخذ الامبوت اربعة امبير واطرح من الشانت كرينت ثنين لان الارميتشار كرينت ساوي لي اللود كرينت ناقصا الشانت فتبقى ثنيا في ستة بالعشرة اللي هي مقاومة الارميتشار طلع الباكي ام اف بالنولود باللود اهم نفس الشي ساوي لي الفولتية سابلاي ناقصا اخذ يا تيار الارميتشار تيار الارميتشار باللود اللي هو 38 ام بير في المقاومة ساعدت الباكي ام اف النولود واللود انا الفرق بناتن هو فقط بالارميتشار كرينت اخذنا التيار بالنولود اربعة وطرحنا منه الشانت كرينت في حين باللود اخذنا الاربعين اللي هو الفوللود لاين كرينت وطرحنا منه الشانت كرينت اللي هو ثابت الشانت كرينت يساوي للباكي ام اف على الباكي ام اف بالنولود تطلع لي من عنا قيمة السرع ثاني شي رايدي التورك النوتن متر يعني التورك للارميتر نزين الارميتر تورك شي يساوي لي تسعة وخمس وخمسين في الاوتبوت للارميتر يعني الباكي ام اف في الاي اي هذ هو الpower output للارميتر الباكي ام اف او الdeveloped الارميتر يعني الpower اللي تكون متولدة داخل الارميتر الباكي ام اف في التيار هاي اخذه لللود انا عندي حالة النولود وهيس هنا عندي النورمال فاخذ الباكي ام اف هذي في الارميتر كانت اللي هو 38 وقسمها على السرعة ايضا لللود يطلع الارميتر تورك اللي هو 103 نوتن متر المطلب الاخير رايد الكفاءة الكفاءة شي ساوي لي الاوتبوت على الامبوت اذين هسه الامبوت للموتور منطيب النورمال ما نيكي الوعب بقى الاوتبوت مني نستخرجه الاوتبوت شي ساوي لي الامبوت ناقصا التوتال لوسيز والتوتال لوسيز هو شين هو الارميتر تورك اللي هي الارميتر فهناش عدي بحالة النولود الامبوت للموتور بحالة النولود شي ساوي لي التيار اضرب التيار في الفولتية اذين الفولتية ثابتة تيرمنا سبلاي اضربها في تيار النولود اربعة يطلع للامبوت هذا شنو بالنوع لود إذا ماكو لود الامبوت الباور امبوتش راح تظهر علشانو فقط على الشكل لووسيز زين لان احنا ما عادنا لود ففقط يكون الامبوت يتبدد على الشكل لووسيز فهنا اللوسيز اللي هي بالنولود عندي الكونستانت زائدين الارميتر لووسيز الارميتر لووسيز ساوي لي المربع تيار الارميتر بحالة النولود في التيار اخذ مربع تيار اثنين تربية في اضربها في مقامة الارميتر يطلع لهاي الارميتر بخسائر الارميتر بالنولود الكونستانت لوسيس شي ساوي لي التوتال لوسيس اللي هي هذي اللي احنا قلنا الامبت يصير عبارة عن توتال لوسيس بالنولود ناقصا الارميتر لوسيس تطلع للكونستانت لوسيس هزيين احسا نيجي للفول لود راح يتغير فقط شعندي بالفول لود يتغير الخسائر بالارميتر لان التيار راح يتغير من يصير عندي لود فالتيار راح يتغير فرح تتغير خسائر الارميتر الكبر الخسائر انه حاصيل الارميتر لاني التيار للارميتر يتغير فهنا راح يصير تيار الارميتر تربيع في مقاومة تطلع الخسائر للارميتر هزي اجي توتال لوسيس هزي للفول لود شي ساوي لي الكونستانت لوسيس ثابتة سواع بالفول لود او النو لود اليها 797.6 زائد خسائر الارميتر كبر لوسيس هزي بالفول لود اخذناها طلعت لي التوتال لوسيس هزي الاوتوت شي ساوي لي الامبوت ناقصا التوتال لوسيس الامبوت من السؤال 8 كيلواط 8000 واط ناقصا التوتال لوسيس اذا الكفاءة تساوي لي الامبوت على الامبوت تطلع الكفاءة 79 بثنين بالعشر يعني هنا استفادين من النو لود اخذنا الامبوت هو استخرجنا من الكونستانت لوسيس وعوضنا الكونستانت لوسيس لان هي ثابتة بين الفول لود واللود عوضناها بالفول لود حتى نطلع الامبوت وبعدين نطلع الكفاءة كناسا اخر مطلب اللي هو السي تقريبا هو يوضح انواع اللوسيس للموتور موضوع اللوسيس اند افيشينسي الخسائر والكفاء هذا الموضوع مرينا عليه او اخذناه بالجنريتر هو نفسه بالموتور نفس الشي نفس انواع الخسائر ايضا خسائر عندنا خسائر نحاسية الكوبر لوسيس اللي هي صر بالارميتشر والمالفات اللي هي نحاسية او اجزاء الارميتشار والبرشيز المغنيتك لوسيس او الايرون لوسيس اخذناها والايرون لوسيس او ايدي كرينت لوسيس واخر نوع هو الميكانيكا لوسيس اللي هي الفراكشن والاحتكاكات اللي يصير داخل المجالات او الاحتكاقات بين المجارات المغناطسية والهواء هاي انواع اللوسز والمخطط مراحل الباور للموتور اخذنا احنا بالجنريتر نفس الشي بس ما عادة هس هنا الاختلاف راح ينعكس الامبوت والاوتوت فهنا الموتور امبوت اللي يكون هنا مصدر فولتية في التيار الان كارنت او الامبوت كارنت هاذ هو الامبوت تضيع من عدة تروح من عدة الخسار النحاسية اللي هي خسار متغيرة زين بعدين جزء الارميتشر لدرايفينج باور ان ارميتشر هنان الاباور بالارميتشر هي شنية الباكي ام اي في الارميتشر كارنت اللي هو سميناها الميكانيكال باور زين اه تنطرح من عدة الايرون ان دفركشن لوسيز تبقى اخر شي هي الموتور اوتبوت انواع يبقى اوتبوت باور او اليوسفل باور زين فهذا الجزء الالكتريكل فاذا الالكتريكل افشيانسي اخذ جزء البي الباكي ام اث على الامبوت الالكتريكل امبوت الباكي ام اث في التيار على الفولتية في لاين كارنت هالالكتريكل افشيانسي ميكانيكال افشيانسي هاذ جزء الميكانيكال هو الاوتبوت ميكانيكال ميكانيكال اوتبوت على الارميتشر الباكي ام اث على الارميتشر زين نطرح اذا الجزء الاي نطرح من البي نعنى الامبوت باور الاكتريكل نطرح من جزء البي الباكي ام اث في التيار ينطيني الكوبر لوسيز هاذا واذا طرحنا الاوتبوت طرحنا من عدة البي جزء البي يعني الباكي ام اث لايين ناقص الاوتبوت يطلع الخسائر الفرقشن and iron losses the armature winding of 4.150 volt DC shunt motor is lab connected there are 120 slots each slot containing 80 conductors the flux pair pool is 20 miliooper and current taken by the motor is 25 ampere هنا منطي معلومات عن الموتور لنمبر of pool الفولتية وايضا النمبر of conductor هنا هاي التوتال هو منطيها مفصولة والفلكس the resistance of armature and field circuit 0.1 and 125 ohm respectively if the rotational losses amount to be 810 watt هنا منطي الrotational losses اللي هي the stray losses عادتنا ننعبرانها او constant losses الخسار friction and iron losses نفس الشيء find gross torque the gross torque هو the armature torque نفسه the armature torque معادلته يحتاج لي back EMF و السرعة back EMF يعني التيارات فبالبداية اطلع التيار الشنط قسم الفولتية على المقاومة قسم الفولتية الامبوت على مقاومة الشنط يطلع لتيار الشنط وبعدين الarmature current اطرح line current اللي هو 25 امبير الامبوت اطرح منه التيار الشنط طلع الarmature current اقل اذا طلعنا الback EMF هي الفولتية ناقصا الia ra هاي هي الback EMF هسا السرعة السرعة نطلحها من معادلة الback EMF الفلوكس موجود في number of conductor total number of conductor اضرب number of slots في slot يعني slot pair conductor اضرب 8 في 120 تطلع total of conductor والسرعة هي مطلوبة p على a في 60 مطلوبة بما انه لاب في number of pull يساوي ل number of parallel path طلعت مننا قيمة السرعة السرعة موجود طلعنا الback EMF ايضا اذا الغرس تورك او الarmiture تورك طلع منها المعادلة ساوي 9 و 55 في الback EMF IA اللي هو الoutput او developed armiture power على السرعة اضرب تيار الarmiture في الback EMF وقسم على سرعة المطلب الثاني useful torque useful torque هو على output ذكرنا بالمحاضرة السابقة يعني الarmiture تورك بس اه 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 استخدم الoutput power اذا اريد الoutput power لازم اش اطرح من اطرح منها الonput واطرح منها losses total losses انا الonput اقدر اطلح 250 في line current اللي هو 25 ام هاي الonput بقى total losses total losses هو هس انواع اللوس اللي هس ذكرنا هو على الarmiture cover losses اللي هو مربع تيار الarmiture في المقاومة وعلى الشنط field اللي هو شنط cover loss اللي هو الفولتية في تيار الشنط وايضا الrotational losses اللي هي ثابتة مضيها بالسؤال 810 اجمع هنذن ثلاثت هن يطلع ل total losses هس الonput قلنا الفولتية supply في line current هاي الonput اذا الoutput للموتور الonput ناقصا total loss الonput ناقصا total loss هذا هو الoutput هس اجي للشيف تورك نفس المعادلة بس ما عدا هنان الpower اخذ الoutput اللي هذا طلعنا وقسم على نفس السرعة يطلع لي الشيف تورك المطلب الاخير اللي هو الoeficiency هو الoutput على الonput هنا الoutput طلعناه من المطلب السابق هذا الoutput 4887 اقسمها على الonput ايضا هو طلعناه من هنا في 100 تطلع لي الكفاءة الموتور 7.4 كيلوات 250 فولت شنط موتور تاكس a light current of 5 امبير when running light هنا من الoutput power وال terminal voltage supply للشنط موتور والline current 5 امبير when running light يعني هنا عندما الموتور يكون حمل خفيف calculate the efficiency as a motor when delivering full load output if the armature and field resistance are 0.5 and 150 ohm respective من طيب مقاومات ويريد الكفاءة اذا الموتور يجهز الفول load at what output power will the efficiency be maximum is it possible to obtain this output from the machine فهي الكفاءة يريد الموتور في حالة الموتور full load when loaded lightly if running light سنعتبر ه no load if motor no load when no load input يكون input power هي كلها تظهر على شكل losses total losses لل no load فاذا total losses ال input يساوي total losses راح تتقسم الى الشانت ال الشانت راح تظهر بالشانت field و بالarmature والiron on diffraction الناس هنا عندي شانت motor فالخسار تكون بالشانت الملف و بالarmature وايضا iron on diffraction losses ثابت بالبداية نطلع الشانت current لان losses بالشانت هي الفولتية في التيار 1 الشانت current الفولتية على المقاومة والتيار بالno load يساوي ال current input 5 ampere و اطرح من الشانت 4 ampere هسا طلعت losses للشانت الفولتية في التيار وال losses لل armature cover losses هي مربع تيار في مقاومة armature iron on diffraction losses شي ساوي لي total losses اللي هي للno load 250 في 5 يعني input بالno load هو شنو الفولتية السابلاي في التيار total losses ناقص الشانت وايضا نطرح من ال armature الخسار ال armature وال شانت طلعت iron on diffraction losses هنا هذا المقدار ثابت حتى load تغير من no load حتى لغير load الحمل فهو يبقى ثابت الخسار الاحتكاك و iron losses تكون ثابتة هسا نجي بحالة load ال input بحالة load اضرب الفولتية المصدر في armature current اضرب الفولتية في armature current ال output موجود هو منطي 47 40 ضربة في 1000 هذا هو output بحالة load مزيلا ال input شي يساوي لل armature جاي نانا نانا ذكرنا الفولتية في armature current يساوي output بالسؤال موجودة زائد total losses وين صير للarmature والiron on the fraction losses iron on the fraction من no load نفسها ثابتة ثابتة زائد armature losses هي مربع التيار في المقاومة تيار armature تربيع في المقاومة هنا ذاكر نفاصل هن يعني من بداية فهنا هاي المعادلة هي الonput power للarmature الساويلي الoutput من السؤال زائد iron on the fraction losses زائد armature losses اللي هي مربع تيار الarmature في المقاومة هس اجي 0.5 في مربع التيار نارت بالمعادلة وانقل الها ناقص 250 اي اي زائد اجمع هاي 8452 يساوي 0 معادلة من الدرجة الثانية منطلع قيمة منعتها قيمة التيار الarmiture للfull load انا اريد الonput الonput هو line current في الفولتية فأي ساحتاج line current يساوي الarmiture current زائد الشنط الarmiture current 35 زائد ان الشنط هو واحد طلع لي full load onput current الموتور onput اضرب الفولتية المصدر في line current في التيار الonput هاي هو الonput هسا الكفاية اللي هي المطلوبة يساوي للoutput على الonput الoutput موجود بالسؤال على الonput تطلع للكفاية هاذا المطلب الاول الجزء الاول من السؤال الجزء الثاني من السؤال يريد الoutput power للمكسيمم افشيانسي اذن الشرط المكسيمم افشيانسي الoutput power قط مكسيمم افشيانسي اه شرط احنا نحن نحن condition of مكسيمم افشيانسي يساوي هو شنو الarmiture cover losses يساوي الconistant losses يعني مربع التيار في الarmiture resistance هنا رأي يساوي الconistant losses الconistant losses هو شنو اجمع iron under fraction losses ستعتبر خسائر ثابتة وياها shunt field لان shunt field ايضا ثابت لان التيار ثابت فتعتبر خسائر ثابتة حتى لو تغير اللود فهنا المربع التيار الarmiture في 0.5 لان بالمكسيمم رح يتغير الarmiture كارن فجميع خسائر بها التيار الarmiture رح تتغير فنطلع لازم بالبداية الarmiture current مربع التيار في مقاومة تعتبر variable losses تساوي total losses ناقصا فقط ناقصنا الarmiture losses او اجمع iron under fraction losses اجمع وياها الشنط field losses 992 اجمع وياها 250 اجمع حوية الشنط losses الarmiture تنطين الarmiture او او الarmiture فقط اطرح منعتها الarmiture ما اطرح منعتها الشنط حتى تطلع لي 1250 اطرح منها فقط الarmiture ناقص 8 تطلع لي نفسها الarmiture 1242 واط الarmiture current رح يساوي لتحت الجذر الarmiture مقسم على 0.5 مقامة الarmiture يطلع تيار الarmiture 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 سيتغير لان التيار يتغير اضرب الفولتية المصدر في الarmiture current للمكسيمم هذا الarmiture current للمكسيمم اشيانسي اطلع الarmiture الخسائر الarmiture مربع التيار المكسيمم اشيانسي اضرب ها في المقام بالنسبة الخسائر الarmiture ثابتة ما رح تتغير فهي الarmiture الarmiture يساوي لي الarmiture هذا ناقصا اجمع الخسائر بالarmiture وي الarmiture 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 هو الarmiture ناقصا total losses اللي هي الarmiture وي الفركشن طلع الarmiture power at maximum efficiency ذاكر اخر سال بسؤال it is possible to obtain this output from the machine ممكن حصل output بحالة maximum efficiency احنا هزا هنا منطلعنا بحالة full load التيار 36 و 5 حقيم التيار بالfull load بالmaximum efficiency قيمة التيار 49 و 84 بالمئة امبير فهنا قيمة التيار الarmiture بالmaximum efficiency اجاوزت قيمة التيار بالfull load موتور فهنا هذ الشي ما ممكن انه يتحقق عمليا لان قيمة التيار للمكسيم اجاوز بالfull load الاخرم كوميا اجاوز độ الام Resident على موتور เคارم فهنا конце دعا ان بسمع الفي الان الاسا اد Sharing ه 새